أنا متأكد أنه كتير منكم أحياناً بيكون حابب يصور فيديو احترافي بالجوال لكن إمكانيات الجوال ما بتسمح له صح؟ لكن اليوم أنا رح أشرح لكم تطبيق إذا بتستخدمه هذا التطبيق هو رح يعطيك إمكانيات رهيبة جداً تقريباً نفس إمكانيات الكاميرا إلى حد كبير يعني وفي أفلام كتيرة مصورة عن طريق هذا التطبيق لأنه إمكانياته عن جد غير محدودة إذا حابين تعرفها أكثر خليكم معي سعد لي وقتكم يا ربي تكونوا كلكم بخير مثل ما شايفين أنا برا لأنه عن جد اليوم الجو رهيب جداً عندي حرارة أقريباً شيء 18 اليوم أو 19 نحن العيد تابعنا بالنروج لما يصير هيك فيه شمس وجوي يكون حلو لأنه قليل ما يكون الجو حلو بالنروج للأسف يعني المهم إذا أنت أول مرة عم تشوفني أنا علي من قناة زوم لينز عايش في النروج نهاية القناة راح نتعلم فيها مع بعض اللي هو التصوير بالجوال الكاميرات الطيارة اللي من دون طيره هي الدرون بيع الصور وشارات لطيفة جداً إذا حاببت تكون مع عائلتنا ما عليه غير أنك تضغط على زر الاشتراك والجرس طبعاً مجاني الموضوع لحتى تأكد أنه وصول إشعار بأنه فيه فيديو جديد راح نفوت على الموضوعنا اليوم مباشرةً وراح نشوف كيف هذا البرنامج أو التطبيق بشتغل هلأ ممكن تحكولي تضماشي تطبيق الجوال يعني شو بيفرع عن تطبيق الجوال صديقي بيفرع كتير إذا أنت شخص حابب شوي يعني أنت تاخد فيديو فيه كواليتي أحسن فورمات أحسن تعرف تلون الفيديو فهذا التطبيق هو بيعطيك هاي الإمكانية إذا افترضنا أنه أنت ما عندك كاميرا أو يعني ما لك حابب أو يعني ما معك إمكانية تشتري كاميرا فيها هاي الميزات فهذا التطبيق هو بيفتح لك ميزات موجودة في الكاميرا بيخلي لك إيها موجودة على الجوال طبعاً طبعاً هذا هو التطبيق تطبيق الاسمه فيلمك برو رح نفتح عليه متل ما رح نشوف رح نشوف طبعاً القوامة إنت أكيد يعني لما تشوف هاي الصورة رح تقول أوف شو هالصعوبة هاي وشو هاللأ بس نحنا هلا رح نمشي مع بعض فيهن واحدة واحدة ورح تصير عليك الأمور سهلة جداً هلا القامة اليمين أكيد ببيني معك هي عبارة عن الصوت كان كيف كمية أو الصوت اللي هي عم تدخل بالدي بي بتنقاس الزر الأبيض معروف اللي هو التسجيل تسجيل الفيديو طبعاً هذا المتحدث التطبيق بس بيصور الفيديو أما الزر هذا اللي بعده اليسار فهو عبارة عن إذا انت صورت وبدك تشوف يعني الفيديو اللي صورته بتضغط عليه حلا بنيجي عندنا اللي هي القائمة المهمة اللي هي أهم قائمة في البرنامج طبعاً أنا ما رح أشرح كل شي لحتى ما يكون الفيديو طويل كتير هاي القائمة يا أصديقاء طبعاً أنا رح أشرح في القائمة المهمة عندك الروزولوشن الروزولوشن هو طبعاً بتعرفوا أنتو يعني الدقة هي مهمة كتير طبعاً هون إياس الفيديو إذا انت بدك إياس 16-9-17-9-3-2 شوف أنا بنصحك تخليه على 16-9 لأنه هذا اللي هو اللي هلأ حالياً إياس الستاندرد لكل التلفزيونات الموبايلات 16-9 أما إذا انت حاب تغير الإياس طبعاً لمربع أو لشاشة أصغر فأنت في عندك إمكانية هلأ هون نيجي طبعاً يعني قديش لإياس اللي هي 4K ولا Full HD ولا تشوف إذا عندك مساحة بيجيها طبعاً أنا أنا يعني بنصح على طول أنك تصور 4K لأنه هلأ عم بيصير 4K هو اللي هو الشي الستاندرد يعني إذا بدك تقلل فأنت بتقدر طبعاً عن طريق إنك تروح للسامل بيصير 3K عندك 2K أو Full HD إذا عندك مساحة بنصحك أن تتصور بي اللي هو 4K هلأ هون عندك يعني جودة الفيديو أو اللي هو البيتريت هدا في إلا طبعاً هون يعني ما كنت منك أنه البيتريت بس هي هي إلا علاقة بالبيتريت هلأ أفضل يعني روزولوشن أو يعني بيتريت اللي هو فيلمك إكستريم هدا أنا بنصح في إذا أنت عندك مساحة بيجهز لأنه رح يعطيك أعلى جودة ممكنة في عندك أكتر من جودة اللي هي فيلمك إكستريم واللي أقل منها فيلمك كواليتي واللي أقل اللي هي أبل ستاندرد يعني إنتي الأبل ستاندرد هو إذا أنت عام تصور بتطبيق الجوال نفسه يعني شايفين قدش في فرق فأنت لما تعملو فيلمك إكستريم رح تاخد أعلى جودة ممكنة ورح تاخد يعني داتا أكتر بالفيديو خلصت من هالقايمة هاي هلأ عندنا هون الفريم ريت واللي هي هاي مهمة كتير طبعا إحنا كيف يعني كيف بنحدد الفريم ريت طبعا أنا عملت فيديو كامل عن هدا الموضوع فيكن تشوفوا الفيديو فوق بهاي نقطة البيضة بتفهم كيف تختار إنتي الفريم ريت طبعا إذا أنت عم تصور فيلم فبنصحك أنك أنت تاخد اللي هو الـ 24 أو الـ 24 أما إذا أنت عم تصور يعني بدك إحساس الفيديو يكون واقعي فبتاخد الثلاثين أما إذا بدك أنت سلو موشن فبتاخد ستين على الفورك طبعا هدا الموبايل طبعا بياخد ستين فريم بير سيكند على الفورك مشان تعمله سلو موشن بعدين إذا بتصور على الفول إدش تيم فيك تاخد لحد الـ 240 فريم بير سيكند حتى تاخد يعني فيديو يكون بطيء سلو موشن حلا هنا في عندك طبعا الـ 20 فريم بلاي باك شو معناته إذا أنت لو افترضنا بدك تصوره على ستين فريم تمام بير سيكند إذا حطيته سيكستي يعني سيكستي بلاي باك اف بي اس شو معناته معناته أنت لما تاخد الفيديو راح تاخده يعني حركته ستين فريم يعني مش بطيء أنت لازم ترجع تبطأه على المونتاج أو فيك تخليه مثل ما هو إذا أنت حاب يكون الفيديو ستين فريم بير سيكند أما إذا أنت لحالة بتاخد الفيديو جاهز سلو موشن منذ ما تعدل أي شيء على المونتاج فبهذا السهم اللي هم بتحطه على الـ 24 أو على الـ 30 على حسب ما أنت بدك تمام؟ طبعا إذا بدك تعمل تايم لابس ففي خيار شايفين هذا الستاندرد اللي هو الفيديو والتايم لابس اللي هو إذا أنت بدك تعمله الفيديو تايم لابس حلو لحكي هذا نجي للـ Audio الأوديو طبعا إذا يعني إذا أنت طبعا فيك هنا حسب الموبايل طبعا في موبايلات فيها أكثر من مايك فأنت فيك تغير إنه تعمل المايك تشغل المايك الموبايل اللي هو من أدام أو ولا أو من تحت هذا اللي بتليفوني اللي أنا واضح عندي إنه ما في غير مايك واحد اللي هو من تحت هاي الفورمات تبع الأوديو إذا أنت حابب تغير الفورمات ففيك تختار الفورمات توني عندك خيام بس أنا بفضل إنك تضلك على اللي هو الـ PCM وهون طبعا اللي هو التردد إذا عندك إنت مايكروفون بلوتوث بشترق على بلوتوث ففيك تفعل هذا الخيار وهذا الشي حلو إذا ما حابب تاخد فقط فيديو من دون صوت بس بتفعل الخيار اللي هو Video Only ليه أمام؟ هلأ منيجي على الشارع اللي هي اسمه Device على أول خير هنا إذا إذا بدك إذا بدك إنت تحفظ الفيديوهات على الستوديو تبع الموبايل مباشرة رفضتها فبتعمله يعني Save to Camera Rule هون preset إذا أنت بدك يعني تحفظ إعدادات معين للتصوير فأنت بتحفظها هون بتخليها منيجي القائمة هاي اللي هي هاردوير الهاردوير إذا أنت حابب أنك أنت تضيع يعني بتربط الموبايل مع أجهزة تانية مثل يعني شاشة أو آآ مثبتات ميكانيكية اللي هي جيمبل أو استابلايزر إذا ما بتعرف شو يعني استابلايزر أنا حكيت شرحت عن الاستابلايزر بفيكن تشوفوا الفيديو فوق بالنقطة اللي بيدها اللي فوق عبارة عن آآ يعني مثبت ميكانيكي لالموبايل فيك تحصل عليه عن طريقه يعني فيديو ما فيه احتزاز ناعم مثل أفلام السينما طبعا فيه أكثر من جهاز هوني إنه يعني كومبوتوبل أو يعني مجهز مع هذا التطبيق أو اللي هو هادول الأجهزة فإذا أنت عندك جهاز من هالأجهزة هاي فيك أنت مثل إذا أنت عندك يعني دي جي آي أوزمون موبايل بس بتعمله بتفعله بهالطريقة هاي وبتربطه حلا بيجي عنا الاستابلايزيشن يعني استابلايزيشن أو تثبيت يعني رقمي بيعمل كروب للصورة أنا بنصحك إنك أنت تخليه مفاعل بالأخص إذا أنت عم تصور بإيدك لكن هو مثل ما رح تلاحز إذا إذا رح تفعله شايف رح يعمل كروب بسيط للصورة يعني اقتطاع بسيط للصورة بس تخليه أحسن هلأ هون الكاميرا إنه أي كاميرا بدك تختار طبعا حسب جوالك إذا أنت جوالك فيه كاميرتين أو ثلاثة أو أربعة فأنت بتختار أو بدك تشغل الكاميرا الأمامية طبعا نحن لما تفوت عليها رح يحط لك هون الخيارات اللي هي كل الكاميرات اللي موجودة بجهازك هلا أول كاميرتين اللي هي اللي طبعا طبعا أول كاميرتين هي الكاميرات الخلفية اللي عندي أنا اللي هي الكاميرا هاي الرئيسية والكاميرا الالترا وايد عندي طبعا إذا بدك الالترا وايد بس بقز عليها هيك رح تشوف هين كيف تقصر عندي كاميرا عريضة هاي الكاميرا اللي هي الرئيسية وهاي كاميرت السيلفي طبعا هاي دابل تيك هاي مرة نحكي عنه هاي إذا انت بدك تصور بكل الكاميرات مع بعض طبعا لازم يدفع على البرنامج تاني بعدين نحكي فيه إذا حابين هنخليه على الكاميرا الرئيسية لأنه هي أحسن كاميرا بصراحة هلأ هون عندك يعني تورش يعني بيل أو يعني إضاءة إذا انت حابب تشغل إضاءة شايفين إضاءة الجهاز نفسه يعني وهون القايد إذا انت حابب تحط اللي هي شو اسمه مشان تعرف الكومبيزيشن تبعك أو التكوين يعني هلا هاي قوام يعني هاي شغلات الرئيسية بالبرنامج هلا هون طبعا هاي اللي شايفين انتو اللي على اليسار اللي هي اختصار لأنه انت كيف تختار الكاميرات تمام فأنا إذا يعني إذا بدك تغير الكاميرات اللي الكاميرات فأنا بفضل انك انت تختار هذا الخيار شايفين إذا بدك تروح الكاميرا اللي اللي تحت اللي هي الالترا ويد بس تضغط هيك صار عندي الترا وايد وهاي السيلفي وهي الكاميرا الرئيسية اللي هي الوايد تمام هلا هون عندك هادل طبعا البطالية رسمة البطالية وانا عندي تقريبا نص الجهاز مشحون الحمدلله وتحت هي مساحة التخزين بالجهاز وهون طبعا مثل ما كنت شايفين إذا انت عم تصور يعني فهو راح يهضط لك المؤشر طبعا للتصبير وهون طبعا 4K مثل ما شايفين هلا هون منيجي على الدائرة هاي اللي هون شايفينها انتوا هيك إذا بتضغطوا عليها من هون يطلع القائمتين بهذا عند المكان هون إذا انت بدك تتحكم بالفوكس بشكل يعني بشكل يدوي شايف كيف إذا انت حابب يعني وهذا طبعا إذا انت بدك تتحكم باللي هو الشتر سبيد بس لكن فيك تخلي انت الايزو أوتوماتيكي طبعا هون انت بهذا الزر شايف إذا انت بيصبك اليسار بتعمل هيك هو هاد راح يتحكم لك بالألقام اللي هي اللي تحته فوق تحت الفوه هو الرقم الايزو شايف هون نعم بولي لو ايزو بيز تمام يعني انت انت يعني راح يبدأ راح يبدأ الايزو من 35 من أقل رقم ممكن إذا انت عم تصور هلا بإضاءة من خفضة أو سوري إذا انت عم تصور بإضاءة من نيحة مثل هلا عندي بالمكان فأنت بتاخد آخر خيار أما إذا عندك المكان شوي معتم فبتاخد خيار اللي بعده هو الوسط اللي هو بيبتدي عندك الايزو من 200 تمام أما إذا انت عم تصور مكان مظلم جدا فبتاخد الخيار اللي بعده هو بيبدأ الايزو من 1000 تمام أنا ما بنصح فيه بصراحة بالأخص بالجوالات فخلي لحت إذا انت لحتى تكون بالسيف سايد خليك يا على النص يا على هذا الرقم إذا مثل هذا المكان خليه على آخر رقم على اليسار اللي هو آخر رقم ممكن تمام وبنتسيبها بتحكم انت بهاي المؤشر راح يتغير عندك الايزو والشتر السبيد تمام لما لما تنزل لتحت فرح ياخد إضاءة أقل لما ترفع هيك راح ياخد إضاءة أكتر وها طبعا قلنا الفوكس أما يا أصدقائي العزاء إذا انتوا حابين تتحكم يعني الموبايل تبعكم هو اللي يتحكم بالفوكس وبالأكسبوجر اللي هو التعريض شو بتعملوا انتوا بس بتكبس على هاد المربع هيك بالنص رح يصير بالأبيض وهي الدارة رح تصير بيضة فهو هيك لحاله هو اللي رح يتحكم لك بكل شي إذا انت ما بدك تفوت بمعمعات اللي هو التحكم اليدوي هلا في شغل تاني بيعملوا هادول الزرين وهي شغل كتير حلوة انك انت فيك اما تقفل الفوكس على مكان معين أو تقفل التعريض او الاكسبوجر على مكان معين يعني فيك تقفل انت فكرت عام تناديني عام تناديني بابا طلعت عام تنادي عام تنادي عام تنادي أبوها هناك المهم لو افترضنا تمام انه انت كيف نحنا بدنا كيف شو يعني نقفل الفوكس لو افترضنا انا بدي شايفين عمل هلا فوكس لحاله على ايدي تمام انا بدي انا بقفل الفوكس يعني لما اشيل ايدي اذا انا بشيل ايدي هيك فهو رح يعمل فوكس على البيت والشجر اللي انتو شايفينه اذا ما بدي اي انا اذا بدي ايدي ضل الفوكس يعني ثابت على ايدي ما يتغير بخليه سوي فوكس هيك تمام وشو بعمل بس بضغط هيك تمام على الفوكس رح يصير بالاحمر شايفين لما شلت ايدي فضل الفوكس ثابت او يعني ثابت اي يعني ما تغير اوكي ونفس الشيه كمام ب full exposure يعني اللي هو هذا يعني التعريض طبعا بنيجي للقائمةة اللي هي القائمة اللي هي المهمة جدا اللي هي هي هاي القائمة اللي هي شو اسمه white balance طبعا بهاد فيك تغير تباين لون الابيض طبعا فيك تغير بهذا المكان فيك تخلي اوتو وايت بلنس بهذا المكان هون هلا هيك انا عندي اوتو وايت بلنس وهون طبعا انت فيك نفس الموجود بالكاميرا يعني انه انت فيك تغير اذا انت طبعا انا حكيت على هاد الموضوع بشكل مفصل كمان رح حط لكم الفيديو شو يعني الـ white balance رح احط لكم الفيديو فوق بالدايرا فوق مش هنتشوفو كاميرا هاي القائمة يا صدقائي طبعا هاي القائمة زر tour طيب اذا رحتنا على هاي القائمة هاي القائمة هي من اهم القائم الموجودة بهاد البرنامج هي القائمة إذا أنت بدك تعمل يعني البروفايل تبعا الكاميرا يعني فلات كيف في الكاميرات اللي هي السوني والكاميرات الاحترافية أنه أنت فيك تعمل البروفايل فلات متل هيك شي مثلا شايفين يعني بيصير أنت عندك مساحات لونية أكتر يعني يعني بيصير أنت عندك معلومات أو الصورة بتقل أنت شايفهم بتقل ألوان الصورة لكن بيصير الكونترست بالصورة أقل طبعا فبيصير عندك أنت مساحات أكتر وبالتالي انت فيك تعدل اكتر على الالوان والمناطق السودة وغيرها من الشغلات حلا انا يعني طبعا هدا عندك فيك انت طبعا تتسوي الموضوع يعني مانوال مثلا الشادو فيك ترفع اكتر شايفين كيف صار عندي زاد عندي المعلومات مثلا انا كان عندي هذا المكان عند الباب اسود صار هلا لونه في معلومات موجودة صار على المونتاج بقى انت بتتحكم اكتر فيك تتحكم اكتر بالمعالجة يعني او بالمونتاج بصراحة حلا بالايفون 11 هو ما فيه غير 8 بت المعلومات اللونية اذا انت بدك تاخد اقصى حد لهذا الموضوع بالاقص لفلاتو بروفايل فيفضل يكون معك الموبايل هو الايفون 12 وفوق لانه هذا فيك انت عن طريق تصور 10 بت يعني 10 بت وبالتالي انت لما تحط هاي الخيارات اللي هي الفلات تمام الفلات يعني بروفايل يعني فيك تتحكم بصورة افضل من انت لما تصور يعني 10 بت وهذا الشي طبعا بينطبع على الموبايلات على الكاميرات مو بس على الجوالات طبعا في عندك يعني هون اكتر من الخيار فيك تعمله فلات لوك 2 ديناميك طبعا هون بتاخده جاهز يعني هون جاهز عندك انت معدل هون طبيعي فيكن تتحكم طبعا بالساتوريشن يعني انت فيك تحكم بالالوان الفيديو يعني فيك مباشرة انت انت تشتغل على الالوان الفيديو بين الكاميرا مباشرة شايف زادت 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 الالوان عندي نقصت الالوان ابيد اصوت شايف خيارات غير محدودة زيت زادت الالوان فيه يعني هاده هو متل ما اطركم طبعا البرنامج رهيب جدا وامكانياته غير محدودة هذا كل شي كان اليوم اذا حابين تعرفوا اكتر على البرنامج باتمنى توكتبولي بقسم التعليقات تحت باتمنى لكم يوم سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة